تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلفي مدريدي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال بالتعاون مع شبكة RM4Arab في تويتر ويوتيوب وشاركنا في فيسبوك رابطة ريال مدريدي الرسمية في العراق حلقة اليوم بتيجي بعد مباراة غريبة الأطوار زي ما شفناها مباراة غريبة وتفاصيلها أيضا كثير معاقدة المباراة اللي جاءت على الورق في ظروف مناسبة لريال مدريدي النفوس هازم الانتر معدل شوية أوراقه الأوروبية صح اجت إصابة كورونا لكاسيميرو في حين هازارت تعودنا على غيابه يعني عشان نكون منطقيين بالمقابل عم بيلعب مع فنانسيا في مرعب دائما صعب بس هالمرة بدون جمهور أولا وثانيا مع فريق وضعه جدا 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 سيء في النقاط والنتائج الفريق معه ثمان نقاط من ثمان مباريات في آخر أربع مباريات مش فايز ولا مباراة وخسران منها ثلاثة فريق عنده مشاكل داخلية إدارية بما يكفي الظروف كانت تحكي هي مباراة ريال مدريد الريال بدأ بأربعة اتنين ثلاثة واحد زي ما شفنا بالاعتماد على إسكو خلف المهاجمين وطبعا ضرورات دفعت بفاسكس وفالبردي ومودريتش خلف إسكو من باب أنه زيدان كان يعتقد أنه لازم يلعب لعب في خط منامه بواجهة أربعة اربعة اتنين تاعد فالانسيا ما بين خط دفاعه وخط الوسط يسقطه هناك ودائما يحاول يوصله الكرة عشان يوصلها لبنزيمة ويستغل هذه المساحة اللي بتصير في ظهر محاور فالانسيا في حين أوكلة فالبردي مهم شوي دفاعية عشان يعوض غياب كاسيميرو وأيضا كان مودريتش يتناوب مع بعض الأحيان في هذا الدور النصف ساعة الأولى اللعبها ريال مدريدي اليوم هي من أفضل أنصاف الساعات اللعبهم هذا الموسم لعب فريق مرتاح متمركز صح مسافات يقليل بين لاعبته كل لاعب عنده خيار تمرير للآخر تركيز عالي ورغبة واضحة بالفوز كانت أمور تبدو مسيطرة عليها تماما وتوجه هدف جميل جدا من كريب بنزيمة ولاحظنا بأول نصف ساعة طبعا بلانسيا دخل وهو من ضمن أسوأ ثلاث دفاعات في الدور الإسباني متقي 13 هدف أنه كان سهل الريال يدخل الكرة منطقة جزاء بلانسيا عاب الريال هون الزيادة العددية يعني كلنا نشوف عرضيات في لاعب واحد وبعض الأحيان نشوف تميرات بالعمق خطيرة قادر الكرة توصل بس تلقى اللاعب العزل اللي بتوصل للكرة الريال كان بسهولة قادر يدخل الكرة بمنطقة الجزاء لكن ما كان قادر يحط الكثافة العددية أو ما بتعرف شو الخطأ هذا لش ما حطت الزيادة العددية الكافية أنك تستفيد من هذا الخلل الدفاعي نصف ساعة كان فيها فريق واحد في أرض الملعب هو ريال مدريد ولكن خلال هذه النصف ساعة ظهرت محاولات لفلانسيا خذ نسميها غير موفقة على الجهة اليسرى جهة فاسكيس كانت تركيز كله عليها لأنها هي الجهة الأسرع والأفضل بالنسبة لهم جهة جايا الظهير الأيسر السريع واللي بتعني كاما بارتكز على تشرشيف وكذروا بنعبة فلانسيا قادرين دائما يسحبوا فالفيردي عشان يمنعوا المساندة لفاسكيس ثم جايا بيروحوا واحد لواحد معه في ظل مساندة ضعيفة جدا دفاعيا من أسنسيو اللي ممكن كنا نشوفه يعني عم بتحرك لكن دائما بوصل متأخر في المساندة هذا الشي كان دائما واضع فاسكيس أمام لحظة حيغلط وجاءت الغلطة وركل الجزاء ركل الجزاء نفذت أيضا وضعت وداخل ريال مدريد ربما تشتت هنا دقيقة أو دقيقتين ثم عاد وسجل سولير هدف التعادل وهون فعليا صار شي بذكرني في اللي صار بالي كلاسيكو لبرشلولا بعد التعادل الفريق فصل رهنيا وهذه دائما خطير لما تكون تلعب أب ظلم سيطر تماما ويجي الهدف تقريبا من ولا هجمة فلما جاءت الولة هجمة وجاء الهدف الريال فصل رهنيا هنا فالانسيا شفنا ضحها كثير بدنيا شفنا رفع الرتم صار عنده فعلا حدة غريبة رغبة غريبة كمية حركة رهيبة اللعبة عم بيركضوا مسافات كبيرة وهنا الريال أخطأ أنه حاول يجاريهم في حين هم جايين بأنه لأ فرصتنا الريال كان ربما ما فرض هون يقتل الرتم يخلي الأمور واحد واحد لنهي تشت أول الريال حاول يجاري ثم جاء الهدف الثاني اللي يعني فيه أكثر من خطأ من جهة مرسله ثم طبعا خطأ براني الواضح جدا ويبدو أن الأمور راحت للأسواق بدأ ريال مدريد تشت ثاني شوي مركز وظهر مرة ثانية اللي حكيته أنه كان سهل توصل مرمى بلانسيا صح بلانسيا ما خسر صح بلانسيا طلقه هدف بس الريال هو اللي ما وضع الكثافة الكافية هو اللي ما استغل فترات سيطرته فيه بعدين من هجمة من نفس الجهة جاهد قاية وهي هنا الغريب أنه أنت تشوف هذا المساحة وتشوف الفريق عم بلعب كويس عالجال يسر عندك وانت ما تتدخل كمدرب هنا يلامز زدان مية في المية فشفنا محاولة راموس الغريبة بقطع الكرة في منطقة الجزاء ثم طبعا البلانتي اللي عمر سله واللي جاء منه الهدف الثالث وحتى تكتمل التهمة لجميع مدفعي ريال مدريد في اللحظة اللي ريال مدريد صار يدخل الكرة في منطقة الجزاء وأسنسو يواجه الحارس وبعدين تزديد من هون قرر راموس ينهي هذا الموضوع ويلعب الكرة كرة الطائرة بإيده أورك لجزاء أخرى وتنتهي الأمور بهدف رابع قضع ريال مدريد بشكل غريب للغاية المشكلة يعني تيجي تطلع على المباراة شرط الأول ريال ماسك اللاعب ريال أفضل تيجي تطلع شرط تاني كلما ريال كان يقدم كان يقدر يدخل الكرة منطقة الجزاء بس اللي حصل كارثة في الدفاع قتلت الفريق اللي حصل فريق ذهنيا مش متماسك أبدا عكس اللي تعودنا عليه في ريال مدريد مع زين الدين زيدان الفريق تلقى ركل الجزاء خرج من اللقاء وما رجع اللي النتيجة 3-1 تقريبا شخصيا أعتقد ريال مدريد كان مطالب بتغيير مهمة بين الشوطين كان مبدئيا لازم ينزل رودريغو على الجهة اليوم لأن رودريغو دائما بيعطيك أداء دفاعي كويس وبيعطيك كمية الحركة اللي كان متفوق عليك فيها فرانسيا بساعدك وكان المنطق بيقول ينزل كروز والفريق يطلع اسكو ويتحول لأربعة ثلاث ثلاث اللي بنتعود عليها مع تحريف فردي هجوميا هون ربما كان ريال كان يمكن يرجع ما بعرف للزيدان دخل شوط ثامي بنفس المشكلة واللي جاء من الهدف الثالث اللي حسب الأمور الآن مع هذه الأخطاء الدفاعية الغريبة لازم زيدان يوجه رسالة واضحة للجميع بضرورة التركيز لازم زيدان يوجه رسالة واضحة للجميع بضرورة اللعب بشكل أفضل وربما ميليتاوي يبدأ مباراة مبارتين مكان باران استبعاد ما رسله فترة جيدة يعني عشان الجميع يعرف انه لازم تلعب وما في شي اسمه ماضي في كرة القدم لازم نضلك تعطي عشان نضل تلعب باران في الفترة الأخيرة عليهم ملاحظات واضحة لا نقاش انه كان قلب دفاع ممتاز جدا لكن بهذه الفترة يبدو انه محتاج ضغطة شوي من دون مبالغة بانك تكون المدرب اللي واثق بنفسك انك دائما بتقدر ترجع اللاعبين نوصل هنا نهاية حلقة سيبي مدريد بذكركم تشتركوا بقناة سيبي سبورت اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله